لاحظ هذا الاسم الإله الشخصي إله لكن مرات في العهد الجديد بيستخدم بمعنى السيد ولكن كلها دلالات إلى تفوق يسوع المسيح مثلا في الإنجليزي بنقول أو بنرجع للغة اللاتينية التي تقول أو في الإسباني فكل المحور بضوء حول تفوق يسوع المسيح مثلا السامرية قالت ليسوع يا سيد لا دلو لك والبئر عميقة يحنى أربعة ولكن أحبائي السامرية آمنت أن المسيح هو مخلص العالم أو الأبرص الذي جاء إلى يسوع المسيح وقال يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني هذا الأبرص سجد ليسوع المسيح ومكتوب أيضا أنه طهر من برصه فالمسيح لم يتنجس بلمسة الأبرص ولكن الأبرص طهر بلمسة يسوع المسيح قال يا رب أو يا سيد إن أردت قال يسوع أريد فطهر للوقت طهر برصه وهذا العمل أحبائي فقط من اختصاص المسيح أرب شيء آخر قائد المئة كان عنده عبد كان عنده غلام مريض جدا على وشك الموت أرسل الشيوخ وقاله يعني زي واسطة يعني بالعربي وقاله أنه مستحق وبنالنا المجمع بعدين شوف هذا الشخص النبيل الشريف العظيم قائد المئة قال يعني يا سيد لا تتعب لأني لست مستحقا في موضع آخر لست مستحقا أن تدخل تحت صقفي ولكن قل كلمة فيبرأ غلامه قال يا سيد ولكن هذا الشخص الذي قال لست مستحقا المسيح مدح إيمانه وشفى العبد من العبد المريض من مسافة وهذا اندل على الشيء أنه قدرة المسيح غير محدودة بالمسافات هذه التعبيرات يا سيد بردو فيها عمل إله خارق اللي لمسوه من خلال يسوع المسيح فإذن يسوع هو الرب ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا